فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله قد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تابع الله جل وعلا برأ رسوله من المختلفين في الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا يعبد الله على طريقة فلان على طريقة عبد القادر الجيلاني وهذا على طريقة النقشبندي وهذا على طريقة مرزا أحمد نعم مرزا أحمد القادياني هذا عد آخر هذا غير الصوفية مرزا أحمد هذا يدعي النبوة فهؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ويدعون الله أن لهم نبيا مصطنعا والعياذ بالله هؤلاء أشد لكن الكلام في الذين ينتسبون إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتفرقون عليه ويكون قدوتهم فلان أو علان الواجب أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الوحيدة لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة فهو قدوتنا ونقلد ونقتدي من العلماء بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول أما من خالف الرسول وابتكر طريقة أو عبادة من عنده فإننا نرفضه ونبتعد عنه فالله جل وعلا إنما يعبد بما شرع وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد بالأهوى والتعصبات ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع أو في الرسالة السنية يقول من زعم أنه يجب أنه يجب الاقتداب معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل من زعم أنه يجب يجب الاقتداب معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما غيره فإنما يتبع فيما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم